اشتركوا في القناة ان اسعار الفائدة البنك المركزي بيعقد اجتماع كل شهر ونص والاجتماع ده بيبقى اجتماع لجنة السياسة النقدية وده ببص دايما على المتغيرات الخاصة بالتضخم اللي هو مستويات الاسعار وكل التعرير الخاصة بالاقتصاد العالمي وكمان بتقدر تحدد سعر الفائدة المتوقع خلال الفترة القادمة وطبعا بتكرر في نهاية الاجتماع احنا كل اللي بنتكلم عنه في برنامج النهاردة هو توقعات البنك المركزي خلال الاجتماع القادم الاجتماع احنا بنتكلم على ان سعر الفائدة تمانية وربع في المية للإداع وتسعة وربع في المية للإقراض وده البنك المركزي بثبته على مدار سبع اجتماعات متتالية يعني كل شهر ونص على مدار الفترة اللي فاتت كان بيثبت الاسعار عند المستوى ده وخلينا نقول ان في الفين وعشرين مع ازمة كورونا البنك المركزي خفض اسعار الفائدة بمقدار اربعة في المية طبعا للظروف الاستثنائية اللي مرت بيها كل بلدان العالم وطبعا كان البنك المركزي لازم يحفز الاقراض ويحفز الاقتصاد وعلشان كده دايما بيشجع الاقراض ويشجع تمويل المشروعات عن طريق انه بيخفض سعر الفائدة ولكن في اجتماع يوم الخميس القادم هو متوقع استمرار البنك المركزي كل المراقبين والمحللين بيتوقع استمرار البنك المركزي فيه تسبيط اسعار الفائدة عند تمانية وربع في المية للإداء وتسعة وربع في المية للإقراض لكن انا بقى لو مواطن بيفكر ان هو دايما فوائد الاموال بتاعته او لو مش محتاج مبلغ مالي معين يقدر يستثمره ازاي في البنوك تقدر تستثمر في البنوك عن طريق حاجة اسمها شهادات الإداء او شهادات الادخار او شهادات الاستثمار وشهادات الادخار دي بتديك عائد سابت او عائد متغير العائد السابت بيصل في مصر دلوقتي لـ 11% 11% سابت لمدة 3 سنين وده موجود في بنكين من البنوك الحكومية الكبيرة والحقيقة 11% دول من العوائد العالية جدا بالنسبة لمدفرات المصريين دلوقتي يعني احنا لو بنتكلم على السعر بتاع البنك المركزي اللي بيحدد فيه اسعار الفايدة في اجتماع اللجنة السياسة النقدية في البنك المركزي فيه سعر فايدة استثنائي بيبقى موجود فيه شهادات الادخار دي بيصل الـ 15% انا بقى احسب ازاي الفايدة على شهادة الادخار شهادة الادخار دي بتبقى ثبتة العائد لمدة 3 سنين بمعنى ايه؟ يعني مش مرتبطة باجتماع البنك المركزي رفع او خفض او تسبيت سعر الفايدة وهيه هتبقى ثبتة لو انا اشتريت في 11-2021 هيه هتبقى ثبتة لمدة 3 سنين لحد 2024 ثبتة العائد والعائد ده بيضاف الى حساب البنكي المربوط بالشهادة دي لمدة 3 سنين بيضاف بشكل شهري بمعنى ايه؟ عشان نقرب الصورة للمشاهدين انا دلوقتي لو معايا فائد اموال 100 الف جنيه وكلنا نقول 100 الف جنيه على اساس النواة ورقم صحيح نقدر نحسب عليه الفايدة احسب الفايدة ازاي؟ المية الفايدة بضربها فيه 11% اللي هي نسبة الفايدة على شهادة الادخار بيطلع 11 الف جنيه في السنة وال11 الف جنيه في السنة بقسمهم على 12 شهر موجودين في السنة يبقى تقريبا 916 جنيه شهريا لمدة 3 سنين هيضافوا على حسابي من عائد المية الف جنيه وبالتالي طبعا ممكن اقل بالرقم ده لان هي بتبقى 10 الشهادات دي بتبقى 1000 جنيه ومضاعفاتها يعني لو عايز اشتري 10 شهادات بضرب العشرة في 1000 جنيه بيبقى 10 تلاف جنيه وبيبقى الفايدة عليها بقسم طبعا زي ما قلنا بنضرب في 11% اللي هي نسبة الفايدة فكبقسم على 12 شهر موجودين في السنة هعيد تاني برضو علشان مشاهدين يكونوا متابعين احنا بنتكلم ازاي او بنبسط الموضوع ازاي انا لو معايا 100000 جنيه ودلوقتي حطتهم فيه شهادة الدخار لمدة 3 سنين ودي سبتة العائد لمدة 3 سنين دول الفايدة الشهرية اللي بحصل عليها من ال 100000 جنيه هو 916 جنيه لمدة 36 شهر موجودين في 3 سنين وبالتالي هم مش مرتبطين باسعار الفايدة المعدة من البنك المركزي واللي حيجتمع يوم الخميس القادم يشوف كل المتغيرات الخاصة بالاقتصاد المصري فلانو الحاجة مهمة كمان ان انت عندك دلوقتي نوع تاني من انواع الحاجات اللي انا ممكن ادخل فيها فلوسي وهي حسابات التوفير فيه ناس بتفتح نوعين من الحسابات في البنوك نوعين رئيسيين السيفينج اكاونت او حساب التوفير والكرينج اكاونت او الحساب الجاري السيفينج اكاونت او حساب التوفير هو حساب يضيف فايدة سواء شهرية او ربع سنوية او نصف سنوية او سنوية وبتتراوح الفايدة في الحساب ده ما بين 3 لORD on 4% على حسب نوع الحساب وعلى حسب البنك اللي بفتح فيه الحساب ده وبالتالي انا لو محتاج فايدة على الحساب بتاعي بفتح حساب توفير بعائد شهري سابت مثلا او بعائد شهري او بيضاف كل 3 شهور او كل 6 شهور او كل سنة على حسب ما انا بحدد لان لو كل سنة بيبقى الفايدة اعلى شوية وبتقل على المدد لو كل نص سنة بتقل شوية ولو كل ربع سنة بتقل اكتر ولو شهري بتبقى بتتدي مثلا الافرس بداحة من 3% في معظم البلو في نوع تاني من انواع الحسابات وهو حسابات الجارية الحسابات الجارية هي حسابات حركة الاداء والسحب بتاعتها بتبقى عالية وبالتالي انا بقدر عن طريق الحسابات دي بعمل دفتر الشيكات مربوط بالحسابات دي ممكن يعني اسدد مستحقات عن طريق دفاتر الشيكات او عن طريق ان انا اقدر اسحب من مكينات الصراف الالي اللي موجودة في كل انحاء الجمهورية اللي هي تقريبا 15 الف مكينة الصراف الالي موجودة في كل انحاء الجمهورية البنك المركزي بيستهلت خلال الفترة القادمة ان هو ينشر مكينات اكتر ويصل الى 20 الف مكينة الصراف الالي أقدر أسحب فلوس من كل أنحاء الجمهورية وطبعاً مؤفاة من رسوم السحب بين البنوك وبعضها يعني لو كارت مصدر من بنك معين وبسحب من مكان الكارت من بنك تاني الكارت دا ما بيتبقاش عليه رسوم أو ما بتضافش عليه رسوم لحد نهاية 2021 كنا بنتكلم النهاردة في حالة الاقتصاد ببساطة كنا بنتكلم عن توقعات سعر الفايدة خلال الاجتماع القادم يوم الخامس القادم للبنك المركزي متوقعاً البنك المركزي يثبت أسعار الفايدة للمرة السامنة على التوالي عند 8.25% للإداء وتسعة وربع في المية للإقراض ولكن عندك شهادة إدخار لو عندك فوائد أموال ومحتاج تحطها في شهادات إدخار بتحطها في شهادة إدخار 11% اللي بتجيب لك على المية ألف جنيه لو رقم بتجيب لك عليه سنوياً 11 ألف جنيه وتجيب لك شهرياً 916 ألف جنيه حلقات الاقتصاد بالوساطة بتأتيكم كل يوم سلساء على تلفزيون اليوم السابع كان معاكم أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد إلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر